نتوقف مع أحد أعلام دولة التلاوى في مصر هو فضيلة الشيخ محمد الصيفي رحمة الله عليه ورحب بداية بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم صاحب الفضل أهلا وسألا بكم ورحمة أهلا بحضرتك فضلات الدكتور ماذا تقول عن مفاتيح شخصية الشيخ الصيفي كأحد أعلام دولة التلاوى في مصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ محمد الصيفي ولد 1885 يعني بعد الشيخ محمد رفعت بثلاث سنين يعني محمد رفعت يكبره بثلاث سنين وبعد الشيخ علي محمود بخمس سنين لأنه مولود 1880 علي محمود أنا بعيد علشان يعني نعيش في الجو دا نشكر حضرتك والله نحرك عرفتنا الأعلام دي وسيرته وتولده إمتى وتواصلوا إمتى ومحطات حياتهم فنشكر حضرتك على هذا فعند بداية القرن عنده 15 سنة محمد الصيفي صح انتقل إلى رحمة الله تعالى 1955 يبقى عنده سبعين سنة يبقى إحنا عايزين نشوف الرحلة اللي فيها السبعين سنة دية جات إزاي فمحمد الصيفي رضي الله تعالى عنه كان شخص محب تقدر أنك تخلي مبتاح شخصيته الحب محمد الصيفي كان هو والشيخ طهال فاشني والشيخ علي محمود والشيخ يعني مجموعة سكن في العباسية كان بيته مفتوح ليلة نهار للقراء ولأهل الله محمد الصيفي رضي الله تعالى عنهم برضو يبقى عايش في الجو بتاعه انه فيش إزاعة ما هي إزاعة نشأت 34 وقبل ياش وقت إزاعات الأهلية اللي هي كانت أو الخاصة يعني اللي كانوا بيعلنوا عن الملوخية والمربة لكن ده بقى إيه 34 هي الإزاعات المصرية بتاعتنا بقى بتاعه فمعرفوش يدخلوا هم مشهورين حفظوا القرآن اتصل بالعصر بتاعه عنده 15 سنة عند بداية القرن يبقى إزا هو أكبر من الشيخ مصطفى إسماعيل بعشرين سنة يعني أستاذه كأمه فعايشين ومشهورين لكن مشهورين في القاعدة الشعبية لكن ما فيش الصد ده مش واصل في اليمين والشمال لغاية مأتم الملك فؤاد مأتم الملك فؤاد كان نقطة تحول زي ما شفنا عند سيدنا الشيخ علي محمود ليه بقى؟ لإن فيه أربعة كبار أحيى وشالوا الثلاث ليالي بتاعة المأتة محمد رفعت عبد الفتاح الشعشاعي علي محمود محمد الصيفي اللي هو معانا دلوقتي محمد الصيفي أرى فيه المأتة فابتدى الناس تسمع لصوت برضو في وسط الأكابر ده لكن هو كمان متمكن قوي ولما تيجي تقرنه تجد إنه ده ده صاحب مدرسة المدرسة بتاعته كان من تلامزته واحد كان اسمه الشيخ محمد سلامة ويمكن إيه نفرد ليه حلقة برضو الشيخ محمد سلامة محمد سلامة تتلمز على محمد الصيفي محمد الصيفي سمع إن فيه واحد في بهتيم راجل كويس قوي فراح له اللي هو الشيخ البهتيمي وجابه إلى القاهرة ونزله في بيته كامل يوسف البهتيم نعم كامل يوسف البهتيم ومين من مدرسة محمد الصيفي متأثر بيه محمد صديق من شاوي الله إذن محمد الصيفي ده شيخ القراء ده مكتشف المواهب ده ركن من أركان القراءة لأنه قرأ مع الأكابر دول مع فتاح الشعشاعي مع محمد رفعت مع كاسم كان ليه وصف للشيخ رفعت يعني كان ده من شوف الشيخ رفعت هو في مكانة عالية موهبة كبيرة لا هو بقى كان يقول إنه إن الشيخ منصور بدار ده يعني كانه أحسن واحد وبعدين بعدين بقى يجي الشيخ مصطفى اسماعيل فيقول له الله طيب وفين محمد رفعت يقول لا ده خارج القياس ده خارج التصنيف ده خارج التصنيف ده وده يجعب به ده هبة والسماء كان يقول على سيدة الشيخ محمد رفعت هبة والسماء يعني ده لوحده أيه واخد بالك في حاجة عند أهل الله والصوفية وكده يقول لك الأفراد الأفراد يعني بنقول لما شيخنا يعني إيه أفراد منه لله على طول واخد بالك مش منه مثلا ده هو يعني في التصنيف بقى نمي ركامه بتاع لا ده هو خارج التصنيف لوحده كده واخد الدكتورال واحدة منه لله مع نفسه منه لله على طول يعني ما فيش واسطة يعني ده هبة هبة السماء هو نفس فكرة الأفراد دي اللي عند الصوفية هي اللي بينطق بيها الشيخ محمد الصيفي في قولي إيه هبة السماء هبة السماء يعني منحة ربنا حاجة مش هتتكرر حاجة زي كده فالشيخ محمد الصيفي الحقيقة كونه مدرسة لكن زي ما قلنا إن الموهبة التي يكتنفها ويساندها ويحيط بها العلم بتبقى محفوظة بطريقة تانية ولذلك راح دخل الأزهر علشان يدرس واتخرد منه سنة واحد وعشرين وأصبح معاه العالمية العالمية دي بتاعة الوقت ده تساوي الدكتوراه بتاعة أيامنا دي ولذلك إحنا وإحنا بند للطالب والتلميسي الشهادة بتاعة الدكتوراه ومنكتب إيه مونيحة درجة العالمية بنقصين الدكتوراه دلوقتي لكن ساعتها كان الليسانس هو العالمية لأنهم كانوا بيختبروهم اختبار شافوي كان اتناشر واحد بيختبرهم اللجنة مش تلاتة ولا اربعة دول اتناشر واحد بيختبرهم عشان يطلع منهم العالمية دي فمحمد الصيفي راح في الشريعة والقانون وتخرج منها كان اصول الدين موجودة في شرع شبرة في مسجد الخزندار وكان دهو بقى الشرع والقانون موجودة المعهد اللي دلوقتي موجود في عبدالي اسمه البراموني معهد البراموني كان هنا بقى ايه مقر الشرع والقانون اللي تخرج منها الشيخ محمد الصيفي هو ساكن في العباسي راح بعد ما اتخرج بعمله في ايه راح معينينه في مسجد فاطمة النبوية اللي هو في الضرب الأحمر نعم رضي الله فاطمة النبوية مشهور عنها قضية وهينك لما طوح وتدعي لا يا رب اتوسل اليك بالسيدة فاطمة النبوية انك تشفي مريض ام يشفي تجربة كده بالتجربة اقعد هنا من سنة واحد وعشرين الى سنة تلاتة واربعين وهو قارئ السيدة فاطمة النبوية تلاتة